موسيقى السلام عليكم بعد سنة تقريبا وثلاث شهور قدرت القوات الروسية أو تحديدا مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية من أنها تسيطر على مدينة بخموت الأوكرانية سنة وثلاث شهور يعتبر زمن كبير جدا للحصول على مدينة يعني لحد دلوقتي وإذا حطينا شبه جزيرة القرم اللي روسيا بتحتلها من سنة 2014 فكده كل الأراضي اللي روسيا بتسيطر عليها من دولة أوكرانيا ما بتزيدش عن 18% من إجمال الأراضي الأوكرانية فهل ده يعتبر هزيمة لروسيا ولا مكسب لروسيا خلينا ناخدها كده بالراحة وبالعال مبدئيا مين اللي في أرض مين يعني هل القوات الأوكرانية دخلت الأراضي الروسية ولا العكس هو اللي حصل والقوات الروسية هي اللي موجودة في الأراضي الأوكرانية ومحتلة منها مساحة مهما كانت ضئيلة الواقع بيقول أنه القوات الروسية أو الجيش الروسي هو اللي محتل لمجموعة من الأراضي الأوكرانية في حدود 17-18% طيب معنى كده أنه روسيا العظمة بتحارب أوكرانيا الصغيرة الفتفوتة وبعد سنة وثلاث شهور مش قادرة تاخد رغي الحتة دي بس الحقيقة ده كلام منافي للحقيقة الحقيقة بتقول أن أمريكا مش بتحارب الجيش الأوكراني إطلاقا أمريكا لو بتحارب الجيش الأوكراني لوحده كان على الأقل النهاردة سيطرت على أكتر من نص الدولة الأوكرانية ولكن أمريكا بتحارب التحالف الغربي بالكامل ممثل في الجيش الأوكراني وربما كمان ما يكونش الجيش الأوكراني بس هو اللي بيحارب على الأرض يعني إحنا إعلاميا ونظريا وعلى الورق الجيش الروسي بيحارب الجيش الأوكراني وإحنا عارفين وإنتوا عارفين وروس عارفين والأوكران عارفين والعالم كله عارف أن الجيش الأوكراني بيحارب بالأسلحة اللي عمالت جيله أو البول من المعسكر الغربي وعلى رسول أمريكا بس اللي حضرتك أكيد ملاحظه واخد بالك منه اللي لما بيحصل تبادل للأسرة برعاية السعودية أو برعاية الإمارات بيلاقي إنه الجيش الروسي بيسلم أسرة أوكران نصهم أصلا أو أكتر من نصهم مش أوكران لدرجة إن فيهم أمريكان يعني مش بالضرورة إن اللي بيحارب على الأرض هو الجيش الأوكراني وبس بالعكس ده أنت ممكن كمان تكون دي منطقة الاشتباكات ما فيهاش أجانب كتير ولكن مثلا محطات إطلاق السواريخ أو محطات المضادات الأرضية الدفاعات الجوية المناطق الحصينة اللي بيشغلوا الأجهزة الحساسة التوجيه المرأبة الدعم ممكن يكونوا أجانب ويكونوا أمريكان فبالتالي مهما كان المعلن هو إنه الجيشين اللي بيتحاربوا هم الجيش الروسي والجيش الأوكراني فقط لا غير فدي مش حقيقة إطلاقا روسيا بتحارب المعسكر الغاربي بالكامل سواء بأسلحته أو بعتاده أو بجنوده بأماره الصناعية بكل حاجة ممكن تتخيلها فلو جينا بقى نحسبها كده بالعقل ونحسبها بالمنطق حنلاقي إنه روسيا الجيش الروسي متفوق على جيوش العالم الغربي متمثلة في الجيش الأوكراني والدول الداعمين لها والأسلحة بتاعتها متقدمة عليهم على الأرض بدليل إنه الجيش الروسي هو اللي لحد النهاردة بيحتل قطعة أرضه أوكرانية والجيش الأوكراني ما قدرش لحد النهاردة بكل الدعم الهائل اللي بيجيله ده إنه يطرد الجيش الروسي من الأراضي الأوكرانية أو إنه يحتل ولو متر واحد بس من الأراضي الروسية المعركة طويلة والمعركة في الأصل هي فخ فخ منصوب لبوتين في أوكرانيا الغرب خلي بالك مضحب أوكرانيا اوعدكم فاكر إنه الغرب ولا أمريكا دي يهمها إنه أوكرانيا تطلع من الحرب منتصرة أو تطلع من الحرب دولة موحدة أو تطلع بأقل الخسائر ولا في دمارهم خالص أوكرانيا بالنسبة لهم مش أكتر من مصيادة حطوا فيها حتة الجبنة وأجباره فلاديمير بوتين إنه يدخل الفخ وهو عارف إنه هو فخ لإنه ما كانش عنده بديل فالفخ ده معمول لتدمير روسيا والتدمير أوكرانيا في النص مش مشكلة اللي هو يعني إيه أنا عايزة انتقم منك أنا عايزة انتقم منك فأنا شايفك جايب عربية بسرعة على الطريق فعايزة عايزة نهيك فبروح جايب عربية واحد صحبي أنا ما بحبوش وبروح حططها لك قدامك فأنت بتخبط فيها وبتموت وعربية صحبي كمان هي كمان بتبوز ولو صحبي فيها بالسلامة مش فرق معايا ده اللي بيحصل من الغرب تجاه روسيا وتجاه أوكرانيا أوكرانيا مش أكتر من قوة الغرب بيلعب بيها بيلاعب بيها روسيا عشان ينهيك روسيا ويضم الروسيا ويستنفذ إمكانيات روسيا العسكرية والاقتصادية والتنموية هم مش عايزين روسيا ترجع لسابق عهدها كقضب كبير في العالم النهاردة أمريكا بقالها فترة من وقت تسقوط الاتحاد السوفيتي هي اللي بتهيمل على العالم بنظام القضب الأوحد فلما لقيت إن روسيا بتستعيد عزمها تاني وبتستعيد مجدها تاني وفي نفس الوقت الصين طلع فبدأ يبقى عندها لا لا أنا مش هسمح إنه يجي وقت حد ينفسني الزعامة والدول بقى تبقى الكتلة الشرقية والكتلة الغربية وخاصة إنه في تقاربات وتفاهمات كبيرة جدا ما بين روسيا وما بين الصين فمعنى إن روسيا والصين يبقوا في حلف واحد أو يبقوا جنب بعض ضد أمريكا فده صعب خاصة إن الصين دي دولة صناعية آخذة في النمو وهي أصلا عملاقة وبتتعظم أكتر وأكتر كل وقت في نفس الوقت إحنا عندنا دولة اللي هي روسيا هي المصدر التاني على مستوى العالم للنفط وأعتقد المصدر التاني كمان للغاز الطبيعي فدولة عندها إمكانيات اقتصادية مهولة يبقى إمكانيات اقتصادية مهولة وإمكانيات اقتصادية مهولة على المستوى العسكري الجيش الروسي هو التاني على العالم التصنيع العسكري التصدير العسكري الروسي هو تاني أكبر مبيعات سلح على مستوى العالم الصين أغزب في النمو بتصنع حاجات بتاخد كل حاجة كوبي بيست أمريكا بتعملها بتبصت لقيت عملت في الصين لحد الطيارة الـ F-35 الصين عملتها فخايفة من دول فخايفة من دول عايزة توقف النمو عايزة توقف التعاظم عايزة توقف التطور فنعمل إين اللي هيهم نحط لهم حتة جبنة ونعمل لهم فخة وندخلهم فيها عندك تايوان قصاد الصين وعندك أوكرانيا قصاد روسيا مين اللي دخل الفخة الأول؟ روسيا دخلت الفخة الأول ومقدر مقدر للصين إن هي تدخل الفخة مقدر يعني آجلا أم آجلا هتدخل الفخة ايه تحصل بقى استبزازات تحصل زي ما تحصل يطمعوها يقول لها خلاص خديها وإحنا حنسبها للك كلام كتير حيتقال وحتدخل الفخة في يوم من الأيام لأنه مش هيسمحوا أبدا بأن دولة من الاتنين روسيا أو الصين إن هي تتعظم وتشكل خطر حقيقي على أمريكا برغم إن أمريكا أنت لو تبص لها بنظرة اقتصادية ونظرة عسكرية ونظرة مجتمعية وشعبية هتبص تلاقي إن أنت قدام انهيار أمريكي وشيك يمكن في خلال من 30 ل 50 سنة ولكن أمريكا بتحاول تأخر الانهيار ده أمريكا النهاردة عجزة عن سادات ديونها مع العلم إن أمريكا بتطبع أوراق دولارات بدون أي غطاء وهي من السبعينات فعلا بتطبع بدون غطاء يعني النهاردة هي شوف عليها ديون كم و 30 تريليون هي عندها استعداد تطبع منهم مثلا 5-6 تريليون وتسددهم وأوانطة في شنطة والدنيا بتعدي وده اللي هيحصل بس ده برضو بيساهم في عفع نسبة التدخم اللي موجودة واللي أمريكا ما شاهدت هاشمك من أكتر من 40 سنة مثلا فالنهاردة أمريكا أو السياسة الأمريكان أو غاسمي الخطوط العريضة للسياسة الأمريكية سواء اقتصادية أو عسكرية أو تنموية أو تجارية أو اقتصادية أو أيا كان هم عارفين إن هم بقوا في منحضر الهبوط وإن الدولة الأمريكية بشكلها القوي المتماسك الموحد رايحة في سكة التفكك والتشارزم والضعف بإنها تبقى دولة مش بقولك هتبقى مثلا بوركينا فاسو ولكن هتبقى دولة عادية زيها مثلا يعني بريطانيا النهار بريطانيا دي كانت في يوم من الأيام القوى العظمى في الأولى في العالم زي أمريكا دلوقتي بريطانيا دولة كبيرة وكل حاجة بس مش هي المهيمنة على العالم ولا عسكريا ولا اقتصاديا ولا ولا يمكن هي مهيمنة على تحرك الشر في العالم هي من وغى الكواليس هي اللي بتحرك كل مصيبة بتحصل في العالم ممكن أنا عندي نظرية معرفش ممكن تتفق معي فيها أو تختلف أنه إحنا بنسمع دايما أنه الملكية البريطانية تملك ولا تحكم أنا شايف أنه وجهة نظر الخاصة مش عارف تتفق معي أو تختلف أنه صحيح هي لا تملك هي تملك ولا تحكم الأرض البريطانية ولكنها تملك وتحكم الشهور في العالم وشياطين العالم بأن كل مؤامرات اللي بتحصل في كل دول العالم بتكون بريطانيا اللي هيدي فيها وما بتبانش في الصورة إطلاقا يعني لك أن تتخيل أنه مثلا الأحداث الليبية التوارل التركي الخط الأحمر المصري وجود الروسي فاجنر والكلام ده وحفتر والجيش الليبي وباشقارة ما كانش باشقارة أياميها مش فاكر كان اسمه إيه لك أن تتخيل أن تركيا كانت بتتحرك لصالح بريطانيا بريطانيا لم تظهر على الساحة إطلاقا يمكن كانت فرنسا ظهرة إيطاليا ظهرة لكن بريطانيا ما كانتش ظهرة ألمانيا كانت ظهرة ساعات لكن بريطانيا لأ هي بتحرك كله من وراء الكواليس فإيس بقى على ليبيا دي إسحتت كتير جدا على مستوى العالم بريطانيا بتحرك الشر فيها وبتحرك الأحداث فيها من غير ما تكون بتحكم بس شكليا الدولة العظمى في العالم هي أمريكا دلوقتي فأمريكا حتنزوي وحتضمحل وحتضادقل علشان تبقى دولة دولة مهمة دولة محورية دولة أساسية في العالم ولكنها مش الدولة الأقوى ولا الدولة الأعظم دائما تفككتش الأكتر من دولة فهي بتحاول تأخر اليوم ده بتحاول تخلي اليوم ده ما يجيش بسرعة اليوم ده حييجي بسرعة لما تطلع دولة تانية تبقى أقوى منها ولها نفوز في العالم أكتر منها والدولتين المرشحين للنفوز ده هم الصين وروسيا فهي أمريكا بتحاربهم ومش عايزاهم يطلعوا نفس الحال لو أوروبا بعدما عملوا الاتحاد الأوروبي بيحاولوا أنهم ينموا اقتصاديا عملوا اليورو اليورو أثر على الدولار النهار ده بقلهم كذا سنة بيتكلموا على جيش أوروبي موحد بعيد عن حلف الناتو أمريكا بتحارب ده لأنه لو جيش أوروبي موحد احنا بنتكلم عن دول بتصنع أسلحتها لما نتكلم على ألمانيا على إيطاليا على فرنسا على أسبانيا احنا بنتكلم على دول كبيرة جدا بنتكلم على دول صانعة للسلاح دول جيوش قوية فلما يتحطوا جنب بعضه كلهم هيبقى الجيش الأمريكي نمرة اثنين أو نمرة ثلاثة على العالم فعشان كده الأمريكان بيحاربوا الجيش الأوروبي الموحد لأنه ده برضو حيدور بيهم فيما بعد ده هيأثر عليهم وحيعجل وحيسهل بسقوط الدولة الأمريكية العظمى وبسقوط القطب الأوحد الأمريكي فالنهاردة لما نرجع لقصة روسيا وأمريكا والتحالف الغربي لا روسيا منتصرة روسيا بمفردها منتصرة على كل دول وهم لو يقدروا أنهم يرجعوا روسيا خارج الحدود الأوكرانية كانوا عملوا كده ولو يقدروا أنهم يحتلوا أجزاء من روسيا كانوا احتلوها فإحنا في الأول وفي الآخر لاحنا منتمين لروسيا ولاحنا منتمين لأمريكا بس إحنا كعرب يهمنا بقاء النموذجين ما يهمناش أبدا أن دولة تنتصر فالتانية تنزوي وتضمحل وتنتهي إحنا عايزين أكتر من قطب عالمي لأنه زي ما احنا تكوينا بمرار ونار القطب الأمريكي الأوحد فلو طارت أمريكا وبقى عندنا قطب روسي أوحد فالقطب الروسي ده ما تضمنش وما تعرفش لما ينفرد بالعالم ممكن يعمل فيه كان عندنا زمان والدتي كانت بتربي فراخ فكان عندنا فاكر اليوم ده كويس أو فاكر الحدثة دي كويس كان عندنا ديكين ومجموعة من الفراخ كان احنا من ربيهم ومنهم صغيرين كان في ديكين أبيض وديكين أحمر ديكين الأحمر ده ما كانش حد يقدر يقرب منه ولا يقدر يقرب من الفراخ في وجوده كان بيبهدلنا يعني كنت طفل فكنت لما ألعب مع فراخة ولا حاجة كان بيبهدلني ديكين الأبيض كنت بمسكه وبلعب معه ولا ولا الدموع يعني اعمل لأنت عايزه وعمعله فاتحيلت على والدتي قلت لها لو سمحتي بحي لديك ده عشان أنا كل ما بطلع بيقعد يبهدلني فدبحته فطالع أنا بقى فوق السطح عندنا ومتطمن أنه خلاص الديك اللي كان بيخربشني وكان بيبهدلني وكان بيناقرني ده دبح وكلناه اكتشفت أن الديك الأبيض اللي أنا كنت بلعب به ويعني كان صاحبي خلي أنتيمي اكتشفت أنه بقى قلعن أو كان قلعن من الديك الأحمر اللي الدبح فما يغرقش أنه كان طيب هو كان طيب لأنه ما كانش نمرة واحد لكن لما يبقى نمرة واحد ولا تكون روسي ولا تكون أمريكي خلينا نتفرج على اللابة الحلوة ونحاول كعرب وكنزم عربية وكدول عربية أن نحن نتعامل مع ده ونتعامل مع ده ونخل مصلحتنا من ده ولكن نحن شايفين بعنينا وحاكمين أن روسيا النهاردة بغم الإرهاق وبغم كل اللي بيحصل لها وبغم التأخير إلا أنها منتصر على الأرض وانتصار روسيا على الأرض مش ضد أوكرانيا انتصار روسيا على الأرض ضد العالم الغربي بالكامل وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة